قبل أن يلفظ العالم أنفاسه من أزمة طاقة غير مسبوقة بفعل تضخم تاريخي لأسعار أهم مدخلات الاقتصاد تفاجئ الوكالة الدولية للطاقة الجميع بتقرير ينظر الأسواق من تسجيل ذروة في أسعار الغاز الطبيعي خلال السنة الجارية الهيئة الدولية التي تمثل مصالح الدول المستهلكة توقعت أن ترتفع عقود الفورية لأسعار الوقود الأزرق في أوروبا إلى 26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 27 دولار في الأسواق الأسيوية مسجلة مستويات تاريخية على الإطلاق في كلا السوقين على ذاك النحو يرتقب أن ترتفع أسعار عقود الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية غير أن الهيئة ذاتها تكهنت بأن تسجل الأسعار انخفاضا طفيفا في الأسواق الثلاثة خلال النصف الثاني من العام الجري لكنها تبقى عند مستويات تاريخية لتراكم من مكاسبها القياسية التي بدأتها منذ 2020 حينما سجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوى لها على الإطلاق العام الماضي بثضاعف أثمانها بخمس مرات في ظرف سنة واحدة ورغم تحقيق طفرات تاريخية في الإنتاج والتحول إلى أكبر مصدر للغاز طبيع المسال في العالم لم تسلم عقود الغاز في أمريكا الشمالية من الارتفاع بثضاعف أسعارها منذ 2020 لتصل لأعلى مستوى لها خلال العقد الأخير ولم تكن عقود الغاز طبيع المسال الموجهة للأسواق الأسيوية المتعطشة للطاقة في منأة عن موجة الارتفاع القياسي في أسعار المورد الأزرق حينما سجلت هي الأخرى أعلى مستوياتها على الإطلاق في تدولات العام المنتهي بعد أن تضاعفت أسعارها بأربع مرات في أقل من سنة واحدة